رجل في الأربعين من عمره متزوج من سيدة تقية ويمتلك محلا كبيرا للبقالة أنجبت زوجته طفلين ولكنهما توفي بعد مرض أصابهما ثم أنجبت طفلا ثالثا وأصبح عمره سبع سنوات فكانت تخاف عليه كثيرا ودائما تدعو الله في سجود كل صلاة وبعدها أن يحفظه الله كانت هذه الزوجة الصالحة لا تعلم أن زوجها لا يتق الله في عمله حيث كان يغش في الميزان ويبيع السلع بأسعار أعلى من ثمنها ولا يصبر على معصر أبدا وحين علمت بذلك من جارة لها وتأكدت من صدق كلامها حزنت كثيرا وعاتبت زوجها وأكدت له أن غشه للناس من أسباب الحزن الذي يخيم على بيتهما ومرض ابنيهما ووفاتهما وأصرت على ترك البيت إن استمر على هذا الحال وأقسمت بأنها لن تأكل طعاما من ربح حرام في اليوم التالي مارض الطفل مرضا شديدا فأسرع الزوجان وذهب به إلى المستشفى وبعد ساعة شعر الزوج بصداع شديد فغادر المستشفى وترك زوجته مع ابنه ثم ذهب إلى محل صغير بالقرب من المستشفى ليشتري علبة سجائر فأخبرته السيدة التي تقف بالمحل أنها لا تبيع شيئا محرما وقبل أن يغادر المحل وجد رجلا فقيرا يشتري من السيدة أرزا فإذا بها تعطيه الأرز بربع الثمن دون أن تخبره بالثمن الحقيقي وبعدما غادر الفقير المكان سألها الرجل لماذا أعطيت الفقير الأرز بهذا الثمن الزهيد فقالت له دائما أتعامل مع المحتاجين والفقراء هكذا فهذه صدقة تعودت أن أخرجها فبها أتم الله شفاء زوج المريض وحافظ الله أبنائي صمت الزوج قليلا ثم أخذته نوبة بكاء وفي هذه اللحظة سمع أذان الظهر فأسرع إلى المسجد وتوضأ وصل السنة والفرض وأعلن توبته عن كل ذنب اقترفه وقرر أن لا يترك فقيرا أو محتاجا إلا وأكرمه ثم ذهب إلى زوجته وابنه بالمستشفى فوجد زوجته تبتسم وتخبره بشفاء ابنهما فحمله منها وأقسم لها أنه تاب إلى الله ولن يغش ثانية ولن يأكل إلا من مال حلال يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كان هناك رجل سكير دعا قوما من أصحابه ذات يوم فجلسوا ثم ناد على خادمه ودفع إليه أربعة دراهم وأمره أن يشتري بها شيئا من الفاكهة للمجلس ذهب الخادم وأثناء سيره مر بالزاهد منصور بن عمار وهو يقول من يدفع أربعة دراهم لفقير غريب دعوت له أربع دعوات فأعطاه الخادم الدراهم الأربعة فقال له منصور بن عمار ما تريد أن أدعو لك فقال الغلام لي سيد قاس أريد أن أتخلص منه والثانية أن يخلف الله علي الدراهم الأربعة والثالثة أن يتوب الله على سيدي والرابعة أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَاديِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فدعا له منصور بن عمار وانصرف الخادم ورجع إلى سيده فنهره وقال له غاضبا لماذا تأخرت؟ وأين الفاكهة؟ فقص عليه الخادم مقابلته لمنصور الزاهد وكيف أعطاه الدراهم الأربعة مقابل أربع دعوات فسكن غضب سيده وسأله وما كانت دعواتك الأولى؟ قال الخادم سألت لنفسي العتق من العبودية فقال السيد قد أعتقتك فأنت حر لوجه الله تعالى وما كانت دعوتك الثانية؟ فقال أن يخلف الله علي الدراهم الأربعة فقال السيد لك أربعة آلاف درهم قال وما كانت دعوتك الثالثة؟ فقال الخادم أن يتوب الله عليك فطقط السيد رأسه وبكى ثم أزح بيديه كؤوس الخمر وكسرها وقال باكيا تبتئن الله ولن أعود للمعاصي أبدا ثم سأل فما كانت دعوتك الرابعة؟ قال أن يغفر الله لي ولك وللقوم قال السيد هذا ليس لي وإنما هو للغفور الرحيم فلما نام السيد تلك الليلة سمع هاتفا يهتف به أنت فعلت ما كان إليك أتظن أننا لنفعل ما كان إلينا لقد غفر الله لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولكل الحاضرين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون في خلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله تعالى يفتح المدن والقرى لينشر دين الله في الأرض وفتح الله على يديه مدينة سمرقند افتتحها قتيبة دون أن يدعو أهلها للإسلام أو الجزية ثم يمهلهم ثلاثة أيام كعادة المسلمين قبل أن يبدأ في قتالهم فلما علم أهل سمرقند بأن هذا الأمر مخالف للإسلام كتب كهنتها رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فقرأها وعرف ما فيها ثم كتب على ظهرها من عمر بن عبد العزيز إلى عامله في سمرقند أنصب قاضيا ينظر فيما ذكروا وبعدما قرأوا ما على ظهر الرسالة ذهبوا إلى عامل عمر على سمرقند فنصب لهم القاضي لينظر في شكواهم عقد القاضي المسلم محاكمة لقائد الجيوش أمام خصمه كبير الكهنة جاء قتيبة أمام قاضي سمرقند المسلم ثم قال القاضي ما دعواك يا سمرقندي قال كبير الكهنة اشتاحنا قتيبة بن مسلم بجيشه ولم يدعنا إلى الإسلام ويمهلنا حتى ننظر في أمرنا التفت القاضي إلى قتيبة وقال وما تقول في هذا يا قتيبة قال قتيبة إن الحرب خدعة وهذا بلد عظيم كان عقبة أمامنا وكل البلدان من حولهم كانوا يقاومون ولم يرضوا بالجزية أو الإسلام ولو قاتلهم بعد الإنذار سيقتلون فينا أكثر مما نقتل فيهم قال القاضي يا قتيبة هل دعوتهم إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب قال قتيبة لا إنما باغتناهم كما ذكرت لك قال القاضي أراك قد أقررت وإذا أقر المدعى عليه انتهت المحاكمة يا قتيبة ما نصر الله هذه الأمة إلا بالدين واجتناب الغدر وإقامة العدل ثم قال قضينا بإخراج جميع المسلمين من أرض سمرقند من حكام وجيوش ورجال وأطفال ونساء ويسلم إلى أهل سمرقند مفتاح مدينتهم على أن ينذرهم المسلمون بعد ذلك قبل الدخول إلى المدينة لم يصدق الكهنة ما شاهدوه وسمعوه فلا شهود ولا أدلة ولم تستمر المحاكمة أكثر من دقائق معدودة وبعد ساعات قليلة سمع أهل سمرقند أصواتا ترتفع ورأوا غبارا يعم الجنبات ورايات تلوح خلال الغبار فسألوا ما هذا فقيل لهم إن الحكم قد نفذ وأن الجيش قد انسحب في مشهد تقشعر منه الجلود وما إن غربت شمس ذلك اليوم إلا والكلاب تتجول بطرق سمرقند الخالية وصوت بكاء يسمع في كل بيت على خروج تلك الأمة العادلة الرحيمة من بلدهم ولم يتمالك الكهنة وأهل سمرقند أنفسهم فخرجوا أفواجا وكبير الكهنة أمامهم باتجاه معسكر المسلمين وهم يرددون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ترجمة نانسي قنقر